بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهداء يوم السبت عندنا مش بس أول يوم في الأسبوع يوم السبت عندنا هو يوم السعادة الزوجية اليوم اللي احنا بنكون فيه مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم عندنا في اصطلاحنا واصطلاح بنامج ولا تعسروا هم المقبلين على الزواج أو المقبلين على تجديد الحياة الزوجية فمش بس اللي احنا بنعمله ويوم السابت ده بيكون خاص للمقبليين على الزواج كمان اللي عايزين يجددوا حياتهم الزوجية ممكن يسمعونا بعناية وخاصة في المهارة اللي احنا هتكلم عنها النهاردة اه احنا بقى نمدة بنتكلم عن المهارات الزوجية لان الناس متصورين ان الحياة بعد ما باقت سريعة بها كل هذه السرعة وباقت الناس ما عندهاش صبر ان احنا ممكن نتعامل بنفس التعامل القديم لا 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 خالص بقى الحل عندنا ان الازواج والزوجات يكون عندهم مهارات يعني ايه مهارات يقدروا يعملوا سلوك وراقيا باتقان وبيعناية وبيعرادة محددة تعالوا نشوف فقا المهارة اللي عندنا بنتكلم عنها النهاردة مهارة ايه المهارة اللي عندنا النهاردة ما ينفعش بيت يخلو منها الناس دايما عندهم المهارة دي بديستخدموها بس في السوق في الشغل بيستخدموها لما يكونوا راحين يشتروا بس المهارة دي ما ينفعش البيت يخلو منها المهارة اللي بتكلم عنها النهاردة مهارة التفاوض الزواجي اول ما حد هيسمع مني مهارة التفاوض الزواجي هيظن ان احنا دخلين في منافسة ابدا مش حقيقي دي مهارة التفاوض الزواجي هي مهارة مهمة جدا جدا لانها بتساعدنا على بناء بناء العلاقة الزواجية والحفاظ عليها تكون نكحة وتكون موصلانة للترقي في سلم من التوافق الى الرضا الى السعادة وهي المهارة اللي بنقدر من خلالها ندير التنوع ما بين الزواجين ازاي كل واحد منا يقدر يعرض وجهة نظره ويقدروا الاتنين يتفاوضوا لغاية ما يوصلوا لنقطة مشتركة فاكرين لما كنا منتكلم عن الحوار الزواجي منتكلم عن ان احنا ننتقل من الفهم الى التفاهم الى التفاهم التفاهم يعني يبقى بيننا ما نقومش من اي حوار الا وبيننا قدر مشترك يبقى التفاوض الزواجي هو اللي بيخلينا نقدر نوصل لنقطة مشتركة ففي الحقيقة مهارة التفاوض الزواجي دي هو عرض وجهة النظر لا على حساب شركة الحياة ولكن باللي يحقق النفع والصحة الزواجية لفكرنا وكمان لعلاقتنا وعلاقتنا تزداد عافية اذا مهارة التفاوض الزواجي دي مهارة اضافية بتضيف الى حياتنا الزواجية عافية وصحة وتخلينا دايما متجددين وتخلي الحياة الزواجية نطجة وكمان فيها نظارة فهي مهارة مهمة من اهم المهارات احنا مش طلبين بس المهارة دي ان كل واحد يتخلى عن افكاره محدش طلب ان يتخلى عن افكاره ولكن يعرضها بشكل صحيح واضح ويحاولوا يوصلوا لنفع الاسرة عن طريق الى اشياء المشتركة بينه وده لا يعني ابدا ان حد يتنازل عن شيء ولا انه يضحب شيء ولا انه فيه طرف اضعف من طرف ما دي كل المخاوف اللي بتخلينا من درش نعيش التفاوض الزواجي ولا لازم يقبل بأي شيء حتى ولو ضد رغبته او فيه ظلم ليه التفاوض الزواجي جاي من التكامل والتوافق والسعي اللي مشترك مش من الصراع وفرض الرأي والتسلط عشان كده لازم الزجون يقبلوا يقبلوا مبتأ التفاوض في حياتهم لان هو ده اللي ممكن يخليهم يقربوا من بعض ويخليهم متفاهمين ومراعيين لبعضهم بصوا كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم مع السيدة عائشة فيتكلم مع السيدة عائشة ويناقشها ولما زوجته يتكلموا معا عن نفقة فيناقشهم فيناقشهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالمناقشة دي شكل من اشكال التفاوض الزواجي التفاوض الزواجي اللي بيخليهم لما يسألوا النفقة يتكلم معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان هو هذا هو رزقنا وهذا هو كسبنا ولما يزيد منهم النفقة يحاولوا يصلوا إلى منطقة مشتركة وده وقت اللي حصل جدا 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 لما حضرت نبي غاضب ثم عاد إليهم فرضوا بما كان من نفقتهم لكن بعض الناس هتقولك أتفاوض إزاي على شيء أنا شايفه صح ومطابق للأخلاق والقيام أنا عمري متنازل عن مبادئ واحد بقى بيحط العقدة في المنشار ويحط المسألة على أكس المبادئ والقيم وساعتها إيه لا يحصل هتبقى فيه مشكلة ضخمة بس في الحقيقة محدش بيتفاوض على القيم ولا على الأخلاق إحنا عندنا الأخلاق بتنقسم لثلاثة عناصر القيمة والإرادة والإرادة والنية يعني وبعد كده السلوك فدي ثلاث مكونات للأخلاق القيمة المعنى اللي عندنا ثم الإرادة والنية اللي بتحول الخلق إلى السلوك يبقى ثلاث حاجات قيمة وإرادة وسلوك